أكدت الحكومة الجديدة أن آلية تنفيذ محور تجديد الخطاب الديني سيكون من خلال المؤسسات الدينية التي تمتلك دورا ثقافيا كبيرا ومن أبرز آلية تعزيز الوعي الثقافي والإبداعية هو العمل على تأسيس المزيد من مركز وقصور الثقافة المتكاملة مع تنظيم مهرجانات وفاعليات ثقافية تحتفي بالتنوى الثقافي والديني في مصر تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني ضمنتها الحكومة الجديدة كأحد أبرز محاور برنامجها لنيل الثقة محاور تسعى من خلالها الحكومة لأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين ولتنفيذ محور تجديد الخطاب الديني في برنامج عملها أكدت الحكومة الجديدة أن آلية تنفيذ المحور سيكون من خلال المؤسسات الدينية التي تمتلك دورا ثقافيا كبيرة نظرا إلى عراقتها وتاريخها الطويل وقدرتها على بث القيم الإيجابية وروح التسامح ونبذ روح الكراهية والتمييز إذ أن من شأن تجديد الخطاب الديني أن يحقق الوحدة والتماسك المرجوة ما بين فئات الشعب المختلفة ولنشر الخطاب الديني المعتدل تسعى الحكومة الجديدة لتعزيز التعاون ما بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى أيضا يتم تنظيم مؤتمرات وندوات دورية بمشاركة علماء الدين الإسلامي والمسيحي لتشجيع ودعم الحوار ما بين مختلف الأديان بما يعزز التفاهم المتبادل والسلام الاجتماعي مع استمرار جهود الأزهر الشريف والكنائس المصرية في العمل معا تحت مظلة مبادرة بيت العائلة المصرية لتأكيد قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز وتدريب الوعاظ والقساوسة على الخطاب الديني الوسطية في الوقت نفسه يتم العمل على تضمين مواد دراسية في المراحل التعليمية المختلفة لتعزيز الفهم الصحيح للدين ومعالجة المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب بالإضافة إلى العمل على تطوير تطبيقات ومنصات إلكترونية توفر محتوى تعليميا وثقافية حول مفاهيم المواطنة والفكر الديني الوسطية ومن أبرز آليات تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي هو العمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة مع تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي والديني في مصر وتضم مصر الكثير من المظاهر والموروثات الثقافية والفنية المتنوعة والفريدة من نوعها وهي التي تضفي عليها طابع التمييز والأصالة لذلك فإن تعزيز الوعي الثقافي والإبداعي وضمان تحقيق العدالة الثقافية هما ما يضمنان بقاء سمة التفرد والتسامح ما بين فئات المجتمع بلا تمييز